العالم مأمور أن يدافع عن وحدة بلده عن استقرار بلده عن عمي شعبه وطبعا هذا ليس لي ولا إليك أن ننقب وأن نفتش في قلوب العباد هل نقبنا وفتشنا في قلب الشيخ البوطي رحمة الله عليه؟ أبدا قال لك مناظق باع نفسه اتق الله الله العظيم يمكن لكلمة مثل هذه أن تودي بك إلى غضب الله حين تتكلم عن أحد علماء الأمة وربما أحد أعيان صلحاء وأوليائها بكلام لا يعلمه إلا الله من أين لك؟ والذين أعلمه ولمسنا وقلت هذا مرارا أن الشيخ الشهيد البوطي رحمة الله عليه مات وترك ثرة عظيمة كبيرة لكنها مع عظمها لم تسمح لزوجه ليلة استشهاده أن تشتري رغيفة خبز تعلموا كم ترك الشيخ البوطي ترك سبعين ليرة سورية والدولار بخمسمائة ليرة زهاء عشر سنت الشيخ البوطي الشيء لا يمكن تصدق والشيخ البوط كان والله العظيم يمكنه أن يراكم ثروة لن أقول بالملايين لكن قطعا بعشرات ألم يكن بمئات الملايين لو أنه تاجر بدينه لو أنه اختط خطة النفاق والكذب والملك والتلون أبدا رحمة الله تعالى عليه ترجمة نانسي قنقر